رامي ربيعة انتقال فين كست رامي ربيعة هيجدد ولا مش هيجدد هيجدد ولا مش هيجدد كنت قلت لكم من كم يوم ان رامي طلب انه يبقى فئة أولى الاهلي ما كانتش شايف انه ده حاجة صحيحة او مش هيقدر يعمل ده فالاهلي يوصل مع رامي ربيعة لاتفاق وسط لاتفاق وسط عشان يجدد عقده انه مش هياخد الفئة الأولى الارقام اللي بياخدوها الفئة الأولى في الفريق بس هيشلوله من التعاقد نسبة المشاركات يعني مش تتحسب يعني مثلا مثلا يعني مش ده الرقم بس لو هياخد ستة مليون جنيه في الموسم هياخدهم لعب بقى ملعبش شاركة مشاركش هياخد ستة مليون لو عايز فيها اقوله مثلا عشر اتناشر مليون جنيه فلازم نشوف بقى نسبة المشاركات فهو شاف انه كده هيبقى احسنه خاصة لو ما بيشاركش كتير فهما ماشيين في طريق التجديد خلاص يعني الامور بقى فيها تقارب في وجهات النظر بشكل كبير جدا الناحة التانية ايمن اشرف خلاص النادي الاهلي بلغوا كده بشكل ودي قلت لكم الكلامنا من كم يوم شوف حالك شوف حالك اتا هترحل عن الفريق بنهاية الموسم عشان كده ايمن اشرف مع وكلاء لعبين بدأوا يشوفوا او يتناقشوا في عروض جاية من الدوليات الخليجية تحدينا السعودي او الاماراتي او القطري وايمن هو بيفضل يلعب في الخليج اكتر ما بيلعب او اكتر ما يلعب في الدولي المصري لو رحلها عن النادي الاهلي عشان كده هو بيبحث عن عرض خليجي في الفترة الحالية طيب